بسم الله الرحمن الرحيم نهارده ان شاء الله هنتكلم على عن الوريينتيشن سيشن عن الاريينتيشن سيشن عن الاريينتيشن دي احنا لسه كنا عملينها عملنا لسبوع لفت وبناء على يعني الطلب الكبير عملنا برضو الاسبوع ده كان فيه مجموعة انجليش قبل قابلكو كان عادنا حوالي ساعتين يعني للأسف ما كانش فيه وقت ان احنا نجاوب على الاسئلة المفروض ان يعني على طول في اي سيشن في الاخر في يعني ايهوب ان احنا نخلص بدل المهاردة بحيث يكون فيه مجال اكتر للاسئلة طيب خلينا الاول قبل ما ابدأ يعني اعرفكم بنفسي يعني فيه منكم ناس كتير ما تعرفنيش انا اسمي احمد حمدي ام كارنتي افوينتد ازا كورنيا في الان اش اس في لندن اكتر لاندن افوينت فورمار كورنيا كونسلتان في المموريال انستوتوات افتمولوجي في الوليزة وعندي الحمدلله تين يرز تيشينج اكتر لاندن بدأنا اي كورسز من حوالي الفين واربعة عرفين وربعة عشر بنبروفايد لكو ريانتيشن وبربراتي ريكووز لكل الرويل كوليجي اجزام يعني بدون النظر بدون النظر على المقدمة الطويلة ديت فاي كورسز بتبقى وحمد لله وصلنا لأكتر من 8000 وصلنا حوالي 70 دولة في العالم الحمد لله معنا كان أكتر من 90% والحمد لله 100% طيب خليني كده يعني أقول لكم إحنا ليه بنعمل المحاضرة ديت إحنا نتكلم في مواضيع ليه تفكر في إيه هي بعض الحقائق والخرافات الليها علاقة بال بعد كده نتكلم على و و وإزاي حنا بنقدر نساعد في قبل ما يبدأ لازم الأول نعرف هي إيه أجزاء الامتحان الامتحان إنت من أول ما بتبدأ لحد ما بتوصل لحد بتعدي بأربع مراحل أو أربع امتحانات أول امتحان وامتحان اسمه بعدنا بتدخل على أو مش بعدها على طول زي ما هنتكلم فيه امتحان تاني اسمه امتحان امتحان دالت اسمه وامتحان فامتحان ده بيبقى امتحان يعني امتحان 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 دي كده وأقول طب ليه يعني ليه أفكر في يعني ليه هي تعتبر يعني ليه بنتكلم عليها في الوقت ده أنا يمكن اللي عارفني من زمانة أنا كنت ضد ودايما ما كنتش بشجع أي حد عليها لأن من خبرتي مش كل الناس يعني عايزة تبقى تكون سلطان في اليو كي وحتى لو انت عايز يعني في بعض الأحيان بتحصل ظروف ما بتغير قرارات كنت في اليو كي اصلا بتلاقي مثلا لايف استيال حياة مختلف عنده انت متعود عليه فبتفكر في حاجة تانية فأنا دايما كنت بقى نصح بالفرس ولكن نظرا للظروف الاستثنائية اللي احنا عايشين فيها اليومين دول فالفرس متعطل جامد يعني فيه لاج حصل كبير بسبب الكوفيد ناينتين فخلنا ده نعمل لنا يعني شفت في الماينسيت ازاي نفكر في بديل تاني عشان يعني ما حدش يتعطل ويوصل لحلمه اللي هو عايزه فليه بنتكلم دلوقتي على لأن هي بتديك هتقول لي طب وإيه الجديد يعني طب يعني حاجة منطقية فهو يمكن المعلومة اللي ممكن تكون مفاجأة بالنسبة لك ان ده حاجة فعلا جديدة يعني هي من حد سنتين فاتوا ولا حاجة ما كانش الكلام ده أصلا بيحصل أنا يمكن اللي يشوف لي من الفين وخمستاشر أو الفين واربعتاشر على يوتيوب وانت بقول لهم ان فكذا الناس تستغرب فأقول لهم ادخلوا على الموقع وانتو تعرفوا وكانوا فعلا يتفاجئوا بالكلام ده طب طب ليه بقى يعني يعني عشان اللي تعتبر كانت الشهادة اللي بيأخذها في وبتعتبر بالنسبة لهم فهي بتخليهم في نهاية المضاف فهو يعني هو مش محتاج إن حد من بره يأخذ ولكن مع تغير الأوضاع والأحوال بدلوقتي ناس كتيرة مقبلة عليها من بره فبدأوا يخلوها فانت لو خلصت تقدر تقدم على أي وظيفة في أي حاجة مثلا مثلا فتقدر تقدم على أي وظيفة مع عشان عشان تقدم عليها أنت برضو محتاجها ولكن مش هتكون كفاية لوحدها مش هتكون كفاية أن أنت تبقى لأنها هي واحدة من الشروط اللي أنت محتاجها عشان تبقى لكن لكن في شروط تانية أنت تكون دخلت في اللي هو دخلت في أو عملت ما يعادله اللي هو فسواء أنت تخلت أو دخلت أنت في الاتنين محتاج وال الاتنين بيؤدوا في نهاية المطاف اللي أنت تدخل حاجة اسمها وبتقدر تقدم على ال طيب هتقول مثلا طب لو أنا لسه جونيور أو أنا لسه في النيابة عاوز أخذ أصلا في اليو كي فأنت عشان تقدم على اللي هي السنة التدريبية التالدة فأنت محتاج البرت وان في هو عشان تقدم على أي وكمان ممكن مش شرط تكمل يعني ممكن تأخذ بارت وان تكمل من على فبالتالي هو ده برضو أعتبر كومون هب للشاهدات الحاجة الرابعة هو هتقول لي بقى بس بقى انت بدأت تتخرف هتقول هتقول لي بقى 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 تتخرف هتقول هتقول بقى بقى صعب جدا وكان الناس يعني بتعاني فيه بس دلوقتي حصل تغييرات في السنتين اللي فاتوا خلتوا يعني بقى أسهل نسبيا زي ايه في بقى مثلا كان فيه انتحان اسمه CRQ exam وده كان انتحان اسمه constructed response questions كان انتحان عامل زي نحنة الماستر والدكتوراه كده عندنا انتحان مقالي او اسئلة مقالية بتوعه بقى تكتب راغي 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 كتير كده فكان انتحان ده كان صعب انتعرف يبقى اصعب من انتحان ال MSQ انت بس مجرد تعلم على جابة الصحة وخلاص فمن دقيقة من السنة اللي فاتت من من يناير 2021 اللي انتحان ده لغى جمان الرفraction كانت برضه انتحان صعب يبقى فيه real patients وreal patients دول انت بقى ممكن بتعملهم رفلكشن فممكن العيين ده يكون هاي مايوب يكون عنده يكون عنده كويس فدرواتي يستبدلوها بموضل فبقى العقبة دي كما انتشالت عشان ما بقاش في real patients ما بقاش ما بقيتش انت بتعمل examination لعيين قدامك فطبعا ده شال من عليك stress بتاع الامتحان ده فالدنيا بقت اسهل من زمان ولكن الامتحان محتاج preparation كويس خمس حاجة flexibility يعني لو هنقول مثلا ان الامتحان او الرويال الوحيدة اللي نجحت بقداره في ناتا جتاز الCOVID-19 هي بمعنى ان هي يعني بيستراغل عشان يعني يعني يعملوا امتحان ويعملوا اونلاين يعني بلاسكو عملت امتحان واحد السنة اللي فاتت وتعملوا امتحان واحد السنة بتقول انا هعمل امتحان في اخر السنة فيعني الدنيا ما زالت ضبابية خالص بالنسبة لهم انما بتعمل 3 و 4 في السنة ومالتبول تستا سنتر زي ما هوريكم ما فيش حد حد الان وصل للموضوع ده وده مهم وياكد يكون هو اكتر حاجة اهمية يعني انت دلوقتي لما بتقدم على الامتحان مش بس مهم بالنسبة لك ان الامتحان يكون سهل مهم كمان انك تلاقي فرصة ان انت تدخل الامتحان ده لان انت لو مرقيتش فرصة يبقى انت بتضيع وقتك السنين عملا تعد عليك وانت قاعد ما بتعملش حاجة يعني انا افتكر مثلا انا في لما دخلتها مثلا من حوالي ست سبع سنين كانت عدت سنتين على الويت انجليست وايه والكلام ده كان قابل الكورونا فتخيل في وضع الكورونا كمان فبلاش في ناس مفردة في التفاؤل بتقول انا هقدم مع ال اول ما هت اول ما هتفتح طب انت بتتكلم على نفسك طب انت فيه كم واحد زيك فيه كم واحد مخلص الكلينيكال ومستني هذه الفرصة بفرغ الصبر يعني لما الامتحان بيفتح مثلا بياخد خمسين فيه آلاف على مدار السنتين دول آلاف ايه دول هيبقوا عشرات الآلاف مخلصين الكلينيكال ومستنيين يقدموا على ال او 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 فممكن تتاخد اه ممكن تتاخد طبعا بس الفرصة هي دية المفروض تفكر فيها طبعا من الحاجات المميزة كمان هي ان ده فبالتالي يعني الناس اللي الامتحان مش بتعمل في مدينتها او في بلدها فممكن تسافر او دلوقتي يعني مش محتاج تسافر مش محتاج تروح في حتة الامتحان بتعمل في مكانك طبعا انا بتكلم على بارت 1 و بارت 2 تعالوا اقول لكم بعض الميزة والفاكت عن الفرصة الحاجات اللي بسمعها كتير من الطلبة بتوعي ومن اول حاجة الشائعة الأشهر اللي مع في من الامتحانات ببعض امتحانات الاي سي او وللأسف السبب في نشرة هذه الشائعة هم الاي سي او نفسهم يعني هم الحقيقة محترفين في نشرة هذه الشائعة يعني يبعثوا للناس يقول انت بص انت خذ الادفانسد اجزام وهنعفك من وانا ابعت لأي جلاسكو انا بنفسي اسألهم يا جماعة الاي سي او وقالوا كذا 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 وكتبيني الكلام ده في التست يقولك لا لا ما فيش الكلام ده خالص دلوقتي مطلعين شائعة جديدة ان الادفانسد اجزام طبعا هذا الكلام غير حقيقي وغير موضوعي ولا يمت لحقيقة بصلة يعني حتى الان ده الكلام المكتوب على الرويال كولوجيوب سايد الرويال كولوجيوب ثامولوجيست does not offer exemption to ICO exam holder يعني خلاص يعني قضي الامر فما يعني فما اي حد بيقولك لا اعمل كذا يعني مثلا كان في الاسبوع اللي فات وحدة برضو كانت بتبايت معي بتقول لي لا وانا مستحيل يعملوا كده ومستحيل يعني هم قالوا فعلا ان احنا هن offer exemption للناس اللي معهم من طيب اولا الكلام ليه لان فورمات مختلف تماما هنا بيسألوا على حجات وانا بيسألوا حاجات مختلفة تماما وحتى لو يعني فرضنا مثلا هنخلي اللي جيك على جنب طيب بسيطة نبعث ايميل للرؤية والثارمولوجيست ونسألهم فبالتالي لا تنساق وراء أي شقيعات يعني دايما نخد كلامك من مصدر رسمي ومصدر موصوق منه تاني حاجة برضو ديت يعني برضو حاجات بتتأخر ناس كتيرة يقولك ايه يقولك اذا كانت ايدنبرا وغلاسكو بيحتاجوا سنوات خبرة عشان اقدم عليهم اما لندن بقى تبقى عايزة اي بقى لندن لا تحتاج أي سنوات خبرة انت مش مش مرتبط بأي سنين خبرة عشان تقدم على زمنة لندن ولكن انت زي ما يقولك فالموضوع مش بالسهولة اللي انت اللي هو انت ما عندش خبرة يبقى اخش بقى لإجزام لا لازم هو شلم عنك شرط الخبرة ده لانه هو بيحط لك الامتحان في مستوى لحد اللي ما عنده خبرة مش هيعرف يعدي مهمة ولكن لا يطالبك بها الثالث حاجة هي دية ممكن مسلا واحد يكون اخر معلوماته عن مثلا من سنتين فاتوا او من سنة فاتت فمتوقع ان هو هيمشي في السيكونس الطبيعي زي زمان اللي هو هيدخل بارت وان وبعدها وبعد كده يدخل بارت تو الحمد الله السيكونس ده مبقاش يعني مرتبطين به مبقاش ملزم يعني ممكن تقدم اول امتحان لك ممكن يبقى وممكن يكون خد الاول وبعد كده اللي انت عايز ثانية حاجة بلوقتي تقدر تدخل بارت وان وانا ماليش ماذا كدخل خلي على جنب شوية ماشي اركنه ودخل بارت تو يعني لو انت في موضي المذاكرة ودخلت بارت وان وعاوز تستفيد من الحاجات التي ذكرتها لان ستجد بعض المواضيع المشتركة ما بين بارت وان 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 في الحالة دي ممكن تدخل بارت وان و وان وان المهم لما تصل عند اخر امتحان يكون كل تكون خلاص ثلاث اجزاء خلاص طيب الميث الرابعة هي ان ودي با اسمعها كير قوي او يعني انا لو خلط او اخد اعلى لا هو الموضوع مش كده هو الموضوع مش محتاج مجرد بس 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 ولكن عشان تبقى الموضوع بتوقف على السي في بتاعك سكيلز يعني سكيلز سكيلز او 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 واحدة منهم فهي هي بتفتح لك الباب عشان تدخل بقى عشان تدخل ده بيكون باللي انت بتعمل بقى طول حياتك فاهمني طيب اي الميث الخمسة هي ودي وضحت مها ان ده مش مش شرط او اخذوا لك في حاجة بسمها انت عشان تعمل حاجة وعشان توصل لحاجة في بوكس عمل التعلم عليها كده وتخلصها البوكس عشان البوكس ديت مهمة في الابليكيشن بتاعك عشان تبقى كونسلطان في الابليكيشن بتاعك ان انت تاخد او سيزر باثوي ف هي بس هي مش افريثين لأ انت لازم تدخل اما في النهاية وتاخد او بيعملوا بحيس انه ياخد وخلال ثلاثة الاربع سنين مثلا يجمع بيعملها وفي النهاية بيبقى كونسلطان ده عشان تبقى كونسلطان في لكن ممكن تقدم عليها بال ممكن تقدم عليها بال مش تفرق مش محتاج تتخش في اي المهم بس يكون عندك الكافية ان انت تبقى على كونسلطان طيب ودي برضو واحدة من الخرافات النهاردة يعني هن نتردكت الخرافات ديت بال بالدليل بالنمبر والنمبر لا تقل او ريكو ساكسس ريت ال وخلينا نشوف هل فعلا الكلام ده حقيقي ولا لا خد بالكو يعني دي مش اختراع من عندي ده برضو موجود عن في انت ممكن تدخل ويقول لك السنة كزا امتحان الكزا نسبة النجح في ايه وهكزا فمثلا في الف ارس اف بارت وان ده يمكن كان اقل لهم اتنين واربعين في المية بس عبدو الامتحان وده يمكن منطقي لان امتحان تقيل امتحان محتاج تحضير كويس يعني محتاج ان انت تكون تذاكر والباسي في الامتحان ده فمحتاج تذاكر كويس الموضوع بعد عمل زي اللعبة كان انك بتلعب بلاي ستيشن ولا حاجة طبعا هيوج ساكسي 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 الف ارس برضو 67% اللي انت متوقع ان هو يا ده مستحيل حد يعديه ده صعب جدا يعني اكيد هيسألني بقى في خزعبلات بص 73% 73% عدوا بس عشان اكون واضح وصريح وامين معك هو النسبة دي مش بالتساوي للناس اليو كي والليبار اليو كي بمعنى ان الجو اليو كي الترينيز في اليو كي كانت نسبة النجاح فيهم 85% وفي المقابل 15% في المقابل انما في البارة اليو كي كانت نسبة النجاح حوالي 50-50 يعني ينجح هتلاقى في الاخر مفرقتش كتير فبالتالي يعني ايه ما تلاقش ما تخافش من الامتحان لا هو تزدوب وتزدوب طيب نيجي مع الحاجة يعني تانية كان برضو الناس بتسأل عليها كتير هي في بعض الناس بتواجهها بعض المشاكل في تسجيل الامتحان الموضوع بيبدأ بان انت ترجسر ان اكاون بعد كده بتفيل ان اكاون ويت wait for approval ويت بعد كده تشوز the exam and pay the fees فانت بتمشي step by step بعد كده تفيل an اكاون wait for approval ايه يعني انت مستنى موافقة على ايه هقولك دلوقتي الموافقة على ايه بالضبط بعد كده بتشوز the exam and pay the fees دكتور ابرار open the mic احنا هنخلي ازي ما قلنا في بداية المحاضرة the Q&A session بتبقى في نهاية المحاضرة بس منعا ال interruption طيب فانت بتعمل الكلام ده لو انت بتبدأ الموضوع من الاول خالص لو انت ده اول امتحان بتقدم عليه لو هيكون لاما الف رس اف بار تون انما لو انت بعد كده بتقدم على فهيبقى على طول من اول تشوز the exam يعني انت بسا تفتح الموقع وتفعل فلوس وخلاص طيب الموضوع بيتم ازاي بتفتح موقع الroyal college تختار myrcof لان انت لازم تكون registered in the website انت لازم تكون الاول متاح لازم تكون مسجل في الموقع عشان تقدر تعمل اي حاجة فلو انت ما عندك يوزر name او password بتختار create a new account تملى بياناتك اسمك عنوانك تليفونك ايميلك password بعد كده بتختار next بعد كده بتختار status بتاعتك فانت في المعظم overseas of thermologist وبعد كده بعد ما تسجل بتختار rc of the exams وعلى اليمين بتلاقي part 1 rc of the exams or part 1 rc of the 1 مثلا لو نختار مثلا عاود نسجل في rc of the 1 exam بعد كده بختار book your exam وهنا بقى هنا بقى هنا الناس بتستاك هنا بتستراجل هنا ليه بقى الفكرة في ان rc of the thermologist بتبقى عايزة الاول تعترف بشهادتك شهادت بكالريوس او primary medical qualification فعشان ده يحصل لازم يكون معك حاجة اول حاجة يكون معك gmc registration number او irish medical council number يعني انت سجلت في gmc او imc وهم وهم اعطل محتمدين على كلامهم مش محتاجينك تعمل حاجة اخرى وليمكن ده اللي انا عملته medical degrees او لو انت بقى ما عندكش gmc او imc زي معظم الناس ساعتها بقى هتعمل ايه هتعمل لازم تعمل حاجة اسمها attestation توصيق للشهادة توصيق الشهادة لشروط معينة من اللي يوصق لك الشهادة ياما يكون fellow للroyal college of thermologists in good standing بيدفع الانيوال fees بتاعته واموره كويسة اخوة يمضي لك شهادة attestation letter ان هو شاف شهادتك وان الشهادة ده صحيحة مش مضروبة او a university issuing the certificate ممكن الجامعة نفسها ممكن الوكيل الكلية ممكن بتاع دراسات العالية ممكن العميد يمضي لك ان دية شهادة صحيحة وموثقة واخد منه حاجة اسمها attestation letter هورو لك دلوقتي في بعض الناس بتقول لي برضو في بعض الجماعات بترفض ساعتها ممكن عندك حل تالت هو تخلي solicitor or advocate محامي يعني بالعربي يمضي لك محامي بيعمل خدمة التوصيق ويكون معترف من السفارة بريطانية فهو يشوف شهادتك ويكتب لك خطاب ان انت هو شهادتك وان شهادتك محترمة ومعتمدة وموثقة وكله تمام لو انت بقى في بر بلدك مش في بلدك ممكن تبقى اللي يختم لك او اللي يعتمد لك للشهادة ديت هي السفارة بتاعتك تمام عملت كل الكلام ده بعد كده تعمل start the application لو انت عايز تعرف إذا كنت كليتك كليتك متعتمدة ولا لا ممكن تدخل على الموقع ده search.wdoms.org وهي تدار تسرش وتعرف إذا كانت كليتك متعتمدة ولا لا طيب بعد كده بعد ما عملت ده بتختار تم لبياناتك عادي date of birth mobile phone university medical college year of graduation country of qualification لو انت في foundation year 2 بتكتب yes if no بتقول no بتكتب gmc number بتاعك لو ما عندك بتكتب na كذلك بتأبلود الشهادة بتاعتك اللي تم توثيقها بتأبلود خطاب توثيق مرفق بها من الشخص أو الجهة اللي وصقت لك هذه الشهادة وبعد كده لو انت عندك اي اجراءات investigation suspensions ولا حاجة بتكتب هنا عزد المرات اللي انت عملت في الامتحان وتاريخ اللي انت عملت في الامتحان لو كنت انت دخلت الامتحان ده ده نموذج من جامعة ستاكتوبر في مصر كتب عنوان الرويال كوليج كتب عنوان الجامعة ده مثلا دكتور فلاني من كل الطب ستاكتوبر بيكتب الخطاب ده عشان يقتست ان هو شاف وقتستد فلاني 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 فده لو تقدر تجيبه الجامعة رب ما عرفتش هوريك انا كنت عامله بس مش الغرض لامتحان كان الغرض يعني تعريف شخصيتي لحد ما او لجهة ما من سنتين فبتروح لمحامي المحامي ده يكون معترف به مثلا من السفارة الفلانية المحامي ده بيكتب رقم الترخيص بتاعه ومكانه والديت اللي هو شافك فيه ويكتب ان هو شاف مثلا فلاني فلاني في التاريخ الفلاني الباسبور بتاعه رقمه كذا وشاف وعمل ريفايز لكذا عمل ريفايز مثلا لإيه مثلا للأبليكيشن او للسرتفكت بتاعتك فهو بقى وعمل للسرتفكت ديت وهو بيحلف ويقسم ان هو شاف بتاعك وان كل الحاجات ديت وان انا يعني اعتمدها بقدم بوصق الحاجة اللي شهادة ديت فديت حاجة من محامي فدي برضو حاجة مقبولة للرويال كولوج كوفثيرمولوجيست تمام عملت ده ماشي عملت ده ماشي عملت من السفارة لو انت بره بردك ماشي كل ده ماشي عملت بقى الكلام ده تبدأ ترفع بقى الشهادات ديت تحط مثلا الميديكال افيدنس افروفل تحط تحط ال دوكيمنت تحط لو انت عندك اواز اي بتقول يس ما فيش بتقول نو تحط ال بتاعتك تحط بقى التاعتك زي ما تفانوا تحط وتحط ال بعد كده الرويال كولوج بتشوف الكلام ده وترد عليك ممكن حوالي خلال حوالي اسبوع وتبدأ بعدها تبوك الامتحان بتاعك ممكن تختار مثلا اي امتحان مثلا امتحان في القهرة فاتح دلوقتي تقول بعد كده تقول ومن بعدها بيخدق على صفحة الدفع وتدفع بالبيزا أو مستر كورد وتبقى انت كده حجاز الامتحان فديت البروزس بتاعت الابليكيشن فأتمنى انها تكون واضحة ونبدأ بقى في الكلام المهم ما بعد التصديق انا دلوقتي عاوز يعني اذاكر بعد الامتحان ترجمة نانسي قنقر